وكأن الوزارات في حكومة النظام الأسد تتبارى فيما بينها لإصدار قرارات برفع الأسعار وكأن هذا الشعب يعيش في رفاهية وفائض مادية يسعى أصحاب المناصب لسلبهم إياه لتخمة خزينة الدولة وعن أي دولة أو وزارات أو خزينة أو فائض نتحدث عجز في موازنة نظام الأسد ومسؤولون همهم إصدار قرارات تنص على رفع الأسعار أسعار أي شيء كان ومواطن لم يعد بمقدوره تأمين حتى قوتي يومه وآخر موجة لرفع الأسعار كانت من نصيب الإسمنت إذ أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يقضي برفع أسعاره بنسبة 75% من دون أي اعتبارات لمداخل السوريين أو الركود الذي تشهده أسواق العقارات في سوريا وحجة رفع سعر الإسمنت هي ذاتها التي يبرر فيها المسؤولون في حكومة النظام رفع سعر أي سلعة وهي أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الأولية التي ترتفع وهو ما أكده مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعية خضور عن سبب رفع سعر الإسمنت والتي أرجعها إلى حوامل الطاقة وبعد الزيادة أصبح سعر مبيع طون الإسمنت البورتلاندي نحو أربعمائة ألف ليرة بعد أن كان سعره نحو مئتي ألف ليرة سورية أي بمعدل زيادة مئة في المئة الزيادة هذه سيدفع ثمنها المواطن لا غيره الذي أصبح ينام ويصح على قرارات رفع الأسعار من دون أن تأتي رياح الرفعي هذه على معاشه الذي لم يعود يكفي لأكثر من ثلاثة أيام